السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة سكوزين فاميلي اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الفطور ديالنا اختيقت لي اجي فطري معنا وفطور وغدا يعني كيتس مع البرانش مهما نديت ليهم حتى المخللات بدنا نشوفك واش غيعجبوهم ولا لا نقوليكم ان شاء الله في اخر الفيديو شنو كيفاش جاوهم بالنسبة الخبيز اللي غنوجد خبيز حلو غنوجدو بالخميرة البلدية وبالتمر يعني ما غيكون بلا حليب بلا ولكن ممكن تديرو في الحليب بلا بغيتو عندي 250 جرام ديال التمر وعندي زوج ديال البانانات وجوج كيسان ديال الماء اللي ممكن تعوضهم بالحليب بلا بغيتو او ممكن تديرو ياغورت وديرو كاس ديال الماء مثلا وهنا انا نسمتو بالقرفة بطبيعة الحل ممكن تنسمو باش ما بغيتو تحنت الخاليات كامل ومن بعد غنزيد لي التقيق انا استخدمت كيلو بالضبط ديال التقيق بدون نخالة يعني غير فارينة فقط يعني ما شي القمح الصلب القمح الرطب الرطب بدون نخالة حتى الرقيقة مزولة وغدا بالنسبة الخميرة البلدية غنزوج ديال معي لقات كبار فقط لانا هنخليه ليلة كاملة ان شاء الله حتى الصباح معده بالحال سخون فما تكتروش بزاف الخميرة را كتر خفليكم بزاف العجينة وتقدر خاصة لك انت يالله مفعلة فتقدر العجينة ما تقاش تقدروا تتحكمو فيها في الصباح الى كترتولة الخميرة فمن بعد ما يعني خلطت الخاليط غنزيد دابا الملحة وباقي ما كملت يعني الدقيق كامل ودرتبه كاس ديال زيت زيتون اللي ممكن تعاوضوا الى كانت تكون مجهده بكاس ديال الزبدة مدوبة او ممكن ديرو حتى الكاس ونص ديال الزبدة مدوبة يعني ما يعاديل تقريبا 150 جرام ديال الزبدة او كتر طافي غدا نخلط هنا ونبقى نزيد الدقيقة بشوية بشوية حتى نكمل ذاك الكيلو اللي عندي هي تتكون في اللول تطل الصق لانا فيها البانان ذاك البانان عوضنا به البيض لما بغيتيش تديلي البانان وكين تديلي البيض يعني تديلي جوج ببيضات او ثلاثة حتى الثلاثة ممكن في هاد الحالة كنت نقصي الماء بطبيعة الحال او الحليب طافي هنا خليتها لي لها كاملا بعد ما الدلكات مزيان الصباح انا بكري خمرات كي شفتو ماشي خمرات بزاف بزاف لانا كن درت ليها الخميرة بزاف كانت غدا تصبح معادي لاخمرتوها بطبيعة الحال في التلاجة يلا غاد ديلو كيميا كبيرة دي الخميرة فاخمروها في تلاجة من افضل وتقدر حتى في تلاجة تفيد ليكم لان هذا بمعا الحال سخون موهم سافي هنا غدا نعود نخويها من الهواء وغدا ندن نشكل كويرات وهاد المرة غنخليها تخمر مزيان حتى تنتفخ مزيان وعاد غن نطيبها هنا غدا نعمرهم انا بالشوكولات ندير خبيزة هكا ممكن نديرهم خبيزة على شكل طول وطولي تقدروا توجدو الاجاكم هاد شي كتير ممكن نديرو غير نس كيلو احنا حتى كنا تبارك الله كتارين فادك شي بجدرت كيلو كامل الى درتيك كيلو كامل ممكن ندير ينفرومو جميد كي بقا ورطي طبيعين وزوينين كل مرات جبدي هكذا وحيدة تعطيها هكذا الوليدات او تفطرو بيهم سافي هنا كيف قد لكم كان عمرهم بالشوكولات وكان نزل في اللاطا حتى غدا نكمل كيميا اللي عندي كاملة ونخليهم بطبيعة الحال كي بيجد لكم يخمروا مرة تانية هناك نحاول نبسطهم لانا تبارك الله معا بالخمية معا بالفارينة فكي نتافخوا بزاف يعني ذك شي باش بالاحسن نتبسطهم واحد شوية متخليوهم شطالعين وإلا غيجيكم منفوخين بزاف لان هادو خبيزة معا ذلك وخبزتهم تنفخوا تبارك الله وجو منفوخين يعني كتار من كيف ما بغيتهم يعني بغيتهم يكونوا انا عقل من هكذا يعني بحل شكل قريشلات يعني بحل شكل خبيزات سعالي لأسف تنفخوا بزاف صافي انا دهنتهم غير بشوية ديال الحليب وشوية ديال الصفر ديال البيض اه بطبيعة الحال تدير واحد القطيرة ديال الخل باش ميجيكم جزفرين وكرشوهم بالبيض ولكن عندكم مشكل مع البيض فكتدهنهم غير بالحليب فقط اه وزينتهم برقائق اللوز اه بالنسبة لدرجة الحرارة ديال الفرام طبيعة الحال انا كندير الفرفارة في المخبوزات كندير ميتين اه درجة ملتحت وملفوق حتى كيتحمروا اه كيتحمروا ملتحت وملفوق في مرة يعني كل واحد و الفران دياله يعني لحسب الفران ديالكم صافي دبا وصلت عند اختي جبت لها المخللات كي بقيت لكم اه اه جبت لها هملتي جوزويني في الفطار هي البصلة المخمرة وجبت احتها بالطبوط بالخميرة البلدية مشاركتوش معكم لانا فيتا شاركتو معاكم ولبصلة المخمرة وجبت الفلفلة مخمرة والسلصة ديال الفلفلة صافي ها هما الخبيزات ديال الشوكولاتة احتها هما هما حطيتهم هنا وجبت احتها دو كل هاد القرشلات او الفقيقسات اللي شاركت معاكم وحتى الصعب اللي هاد كل هم درتم فيديو واحد وشاركتو معاكم المرة اللي فاتت اللي فهاد وحتى هما اللي طار واللول وعجب كل شي هو هادو قديل اللوز اللي غرب اللوز بوحده ومطحون وجام قرمش هادو قولي يعني هو اللي يعجب بزاف 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 يعنا كتر من الاخرين انا كيعجبني ها كامل كيكونو الناس مختلفين وكن نجيب هاكا شي حاجا كيكون وجده كيهمني نعرف الرأي دياله يعنا اللي نطار كيكونو ملفين واحد نمط ملفين واحد خاصة معتن دير الصحي فكان فرح بزاف مني مني يعني الناس اللي ماشي محتمين بالصحي كيعجبهم ذاك شي اللي كان وجد طفي هنا ها هي الفليفلا نزلتها انا هاد شي نزلتو فالطبلة وانا يعني تمانين في المية كان قول را يعني وخا هاد شي زوين يعني الفليفلا را ها كاتجي زوينا قدر مايعجبهمش ولا كينا را بدعو كيفاش يعني كيفاش كلاوهم انا غنوريكم كيفاش مهم انا نزلتو هاكدا غير بوحدتو مبغيتش ندير كيف مم ملفة ندير فطار كان قطعا ونزيدها في البيض كان قطعا ونزيدها اه هنا شفتو حتى البيض حطيت غير واحد الوحيدة وجوج ديال الطبيسلات ديال البيض وماللي نزلت فيهم الصلصة كاني حسب لي انا قدر مايعجبهمش ساعة كل شي عجباتو ديك الصلصة ديال الفلفلة مهماتش كلو انا صورتو دابا غير باش نشجعكم توجدو دوك المخللات لانو كيساعدو على الهضم وفي نفس الوقت يعني حتى في الماضا قراها زوينين ومهم وجدنا واحد بالخليع هو نزلنا هتاو بوحدو يعني البيض والخليع والبيض الطبيعي مني كيكونوا كل واحد الضوء ديالو كنحاولو ما امكان انا من فرطوش يعني كنحاولو النوع وشو بياش باش كل واحد كياخدك شي لك يعجبو بالنسبة البطبوط ما تاشي حد ما عرفو واش بالخميرة البلدية او باش او لماشي الخميرة البلدية يعني تكال كامل بالنسبة البطلة المخلة حتى هي حتى بليا موي معه وانا لقيت شي واحد قطع وحيدة وهنا نوريها ليكم شفتورة كيجي رطي طبين رطي طبين بالنسبة لك تعجبكم انك هذه البانان لانا تجي باينة شوية لان البانان تيجي معا مع الشوكولات كيجي واحد المدق زوين كي توتوا مع بعضهم وبتنسبة القرفار على حسب الضغط ديالكم لما كتعجبكم قدروا تزولواها انتو ما هنا حنزلت الصلصة بوحدها والبصلة المخلة وفي الاخر بقالية ذاك المدية البصلة غدا نوريكم راني عودت استعملتو باش وجتلختي قتلا وش بغيتين هاد المابلا ما تطرميه ان لا بغيتين عود ان ما نخلل لك البصلة قتلي اياها هاتوا ما شوفوا هنا هاتوا راجلختي عمرها بالجبن ودار شوية ديال البزار من الفوق وكلها هاكدك عجباتو وهنا كي اللي دارها ساندويتش قطع يعني كلها واحد وكيفاش كلها وعجباتهم بعد الفلفلة رقم واحد والسلصة ديال الفلفلة والبصلة يعني تحاجة ما بقيت اصافي هنا كي بقيت لكم ذاك الماء اللي كي بقى لكم على التخليل فممكن تعودوا تخلوا فيه مرة اخرى شي حاجة هنا كان بقال ما ديال البصلة فعودنا خللنا فيه البصلة حمراء هنا فد الحالة هادي غي تتخلل لكم يعني اربع ايام كتوجد لان ضيجة اللي عندنا البازي يعني عدنا الماء اللي كانت مخلى فيه البصلة يعني بحالة تقولوا الخميرة بحال دا بمدي كي تكون عندكم ضيجة الخميرة كتزيدوا عليها تقيق اخر ضغيتها تتخمر فنفس الشي هنا زدت واحد المعلقة ونصف هذا الكبير واللي صغير در صغير معي علقة صافي وما كان زيدوش الماء لان كين ضيجة هذاك الماء اللي كانت اللي كانت جبت فيه أنا يا البصلة اللي كانت مخلى صافي وغدا نخليهم لها دابة حتى تيوجدواي ان شاء الله نتمنع ان شاء الله الفيديو دياليوم الى الاعجاب ديالكم و الى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله